الامر التاني حتى لا نفرد كثيرا في تقييم منتخبنا الوطني منتخب الجزائري يا جماعة اللي احنا لعبنا ده اللي لا نتمنى ان نلتقي معه في المحطة المؤهلة لكاس العالم وهقولكم بالاسماء اتنين بس من اللي لعبوا النهاردة قدام مصر اتنين هقولهم بالاسم دلوقتي اتنين هم من القوام الرئيسي للمنتخب الجزائري وتسعة من المنتخب الجزائري ما هماش موجودين يعني اتنين بس من المنتخب الجزائري اللي لعبوا النهاردة هم اللي كانوا موجودين في التشكيلة الرئيسية للمنتخب الجزائري اللي لو القرعة ودتنا معاه وده مش معناها احباط بس بحكي ودتنا امامه في تصفات كاس العالم الموضوع مش هيبقى بالسهولة اه احنا نقصين اتنين هقول اتنين اللي هو النني وصلاح واحد يقول لي مصطفى محمد هقولك ان محمد شريف لا يقل يعني مصطفى محمد ومحمد شريف قريبين من بعض لكن اللي يحدث الفرق طبعا صلاح برغم من نشاط الرائع في رأيي انا المصطفى فاتحي ومن بعده زيزو بس مصطفى فاتحي معدي الحقيقة اه اه وانني طبعا له مكان مهم في وسط الملعب انا بعتبره سويتشار في منتهى الاهمية لاعب يوزع الادوار على ردية الملعب هو افضل لاعب في المنتخب الوطني في هذا المكان السويتشار اللي هو الموزع اه الكراء طبعا حد يقول عمر مرموش ما فيش مانع ما فيش مانع لكن موجود في الطرف الشمال عندنا احمد رفعت موجود عندنا رمضان صبحي مفترض ان يكون موجود هذا امر طبيعي جدا وان شاء الله ايضا يكون عمر مرموش موجود يعني انت بتتكلم عن غياب اتنين او هعتبرهم تلاتة الناحية التانية تسعة تسعة طب ازاي هقول لك ازاي منتخب اللي لعب النهاردة قدام مصر ما فيهوش غير موبيلحي رئيس موبيلحي اللي هو الجول كيبر او موبيلحي ويوسف بليلي دول اللي اتنين فقط لغير اللي في التشكيلة الرئيسية للمنتخب الجزائري واحد يقول لي طب ما تقول لنا عم المنتخب الجزائري الاصلي بقى اسماه ايه اللي مكادش موجودة النهاردة اقول لحضرتك خلاص رئيس موبيلحي ده جول كيبر موجود الباك اليمينتي الحليمية ده الرئيسي اللي لعب النهاردة احياطي بتاع حسين بن عبادة بساك يمين جمال بالعمري اللي لعب ما كانه النهاردة عبدال piles مشuju بساك شمال عيسى مندي اللي لعب مكانه النهاردة توجاي اللي جاب الجون الباك الشمال الأصلي رامي بن سبعيني اللي لعب مكانه النهاردة إلياس شتي روح على وسط الملعب الأساسي إسماعيل بن ناصر وزروقي اللي لعب مكانهم النهاردة سوفيان بن دبكة وزكريا دراوي تعالى بقى الثلاثة لتحت رأس الحرب ناحية اليمين الرئيسي سوفيان في جولي اللي لعب الطيب المزياني صانع الألعاب الأصلي يوسف البليلي اللي لعب مكانه النهاردة موجود يوسف بليلي موجود هو ده اللي موجود التاني ده لعب ده اللعب ده التاني اللي بقولكه عليه بعد كده فيه طبعا يسين إبراهيمي اللي لعب الأصلي رياض محنى اللي لعب مكانه النهاردة يسين إبراهيمي وبعدين رأس الحرب الأصلي إسلام سليماني اللي بيلعب مكانه بغداد بو نجاح إذن اتنين فقط لغير من الحداشر بتاع المنتخب الجزائري لعبه قدامنا النهاردة الجول كيبر موبلحي ولعب الوسط يوسف بليلي فقط لغير برضو ده حبيت أقوله ليس تقليلا عشان الناس برضو متفهمش غلط من المنتخب المصري لكن حتى نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني نهاردة منتخب لعب بتشكيل مكون من الشناوي أكرم توفيق في اليمين وأحمد فتوح في الشمال لعب الوينش وأحمد حجازي ثم بدأ مرحلة التأليف في وجود أيمن أشرف وسط الملعب اشتركوا في القناة